تعريف الشيوعية الوطنية الحلقة 490 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات الشيوعية الوطنية طيرات جديد من الشيوعية ظهر في أعطاب الحرب العالمية الثانية وتان أول من انتاجه هو الرئيس تيتو رئيس جمهورية غسلافيا ويقوم هذا النوع من الشيوعية على مقولة أساسية مفادها أن الشيوعية ما هي مطبطة في الاتحاد الصفياتي لا تصلح بالضرورة لكل متان وزمان وبالتالي فإن على الأحزاب الشيوعية الأخرى أن تبني نظامها الاشتراكي آخذة بعين الاعتبار الخصائص القومية للبلدان التي تعمل فيها وقد اعتبر الاتحاد الصفياتي في عهد ستالين هذا النوع من الشيوعية خروجا على الشيوعية الصحيحة وانحرافا عنها بل تحريفا لمحتواها ومع ذات فإن الروح القومية أخذت باستمرار تتسرب إلى صفوف مختلف الأحزاب الشيوعية في العالم مرتفع بذائق آثار تيتو خاصة بعد المؤتمر الواحد والعشرون للحزب الشيوع الصفياتي وانتهاج القيادة الصفياتي الجديدة سياسة أرثر تفاهما وتقبلا للنظار القومي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ترجمة نانسي قنقر